في إطار زيارة وفد صندوق أبو ظبي للتنمية إلى مملكة البحرين قام الوفد بزيارة عدد من المشاريع الممولة من قبل الصندوق ضمن برنامج التنمية الخليجي بمدينة سلمان ومن بينها مشروع الشقق السكنية ومشاريع البنية التحتية بالمدينة وبمناسبة هذه الزيارة أشادت سعادة السيدة أمنا بنت أحمد الارباح وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بالدعم الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة للمشاريع التي تدفع عجلة التنمية المستدامة في مملكة البحرين مشيرة إلى أن هذا الدعم يدل على عمق العلاقة الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين وخلال الزيارة التي حضرها سعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة وكيل وزارة الإسكان تم استعراض أحد أبرز المشاريع التي نفذت بتمويل من الصندوق وهو مشروع الشقق السكنية بالمدينة والتي تتضمن إنشاء 16 برجا سكنيا لتوفر 1382 شقة بمساحة تصل إلى 3600 متر مربع لكل طابق وبينت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للوفد الزائر أن الأبراج السكنية يتم تشييدها حاليا وفق تصاميم الجيل السادس للعمارات السكنية وأن المشروع يتضمن كافة الخدمات ومن المؤمل الانتهاء من تنفيذه بحلول عام 2023 وخلال الزيارة قدمت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للوفد عرضا مصورا بمركز مدينة سلمان للزوار يستعرض أبرز الإنجازات التي تحققت في مجال البنية التحتية بتمويل من الصندوق كما قام الوفد بزيارة تفقدية لمواقع العمل والإنشاءات بالمدينة إلى جانب مواقع البنية التحتية والثانوية التي تم الانتهاء من تنفيذها بإشراف ومتابعة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني الجدير بالذكر أن صندوق أبوظبي للتنمية يمول 23 مشروعا إسكانيا بعدد من المدن بمملكة البحرين بما يشمل أعمال البنية التحتية والثانوية بدعم مالي يبلغ 361 مليون دينار